من صدفان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني وباقي المنصات يلي عم نطل عبره أصدقاء المستمعين برنامج كل يوم بيومه عم بواكب التطورات والمستجدات على وقع الغارات على الضاحية الجنوبية وعدة مناطق بلبنان منها المعيسرة كسروان وباقي المناطق اللبنانية يلي للأسف عم تتعرض إلى غارات مركزة إن كان بالجنوب أو بالبقع فينا نبلش ونقول الله يحمي لبنان وأهله وسكانه مقاومته وشعبه وطبعا ربنا هيك يعطينا القدرة على الصمود والاستمرار وأخذ حقنا بإيدنا ما نعوز حدا إن شاء الله بصرنا اليوم استقبل تنقرأ بالسياسة وعلى المستجدات الأخيرة الكاتب السياسي الأستاذ محمد علوش أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا على الاستضافة وأنا برحب بكل المستمعين والمشاهدين وبلش من الدعاء للمقاومة للناس للبنانيين كلهم الله يحميهم وإن شاء الله اللي فيه إرادة بحب الحياة بينتصر على كل الأعداء إن شاء الله معنا شك واليوم يقال استاذ محمد أنه نحن في معركة الإرادات وليس معركة الإمكانيات أدي هذا الكلام دقيق بس من واحد كلام اللي قلته هذا الكلام أكيد اليوم نحن عم نواجه أقوى جيش في العالم لناحية التقدم التكنولوجيا ومدعوم من أقوى دولة في العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي اللي عم بقاتل اليوم مش الإمكانات المادية ولا الإمكانات التسليحية ولا حتى التكنولوجيا والتطور اللي عم بقاتل في لبنان هو إرادة هذا الشعب يلي عم يدفع تمن الجغرافيا ووجود هذا الكيان السرطاني بأرضه يعني الجنوب اللبناني يدفع هذا التمن هو لم يختار الحرب ولا بعمره كان بحب الحرب هو يختار الدفاع عن حقه عن أرضه منع استغلاله ومنع الاستفراد بخيراته والسيطرة على أراضيه بغية تحقيق حلم إسرائيل الكبرى اللي معروف اليوم شو هي وين حدودها وين بتمتد ورغم هيك في ناس بالعالم العربي أردت تغمد عيونها ما تشوف تتهم اللبنانيين اللي عم بقاوموا وعم بدافعوا عن حالهم بالإرهابيين مع كل الأسف أنا ممكن أتقبل هذا الاتهام من العالم الغربي اللي هو داعم للإسرائيلي بشكل كامل ما بقدر أتقبلوا من العربة لأنه المشروع الإسرائيلي رح يطال كل العرب اليوم اللي عم بقاتل بجنوب هنه أبناء الأرض أبناء جنوب اللي عم بقاتل بجنوب هي أحجار الجنوب أشجار الجنوب اليوم أرض الجنوب معركة ما فيها بس رجال فيها رجال وتضاريس ووديان وأنهار فيها كل هذا يقاتل العدو لأنه اللي مطلوب هو احتلال هو تدمير وهو سيطرة يا نكون أو ما منكون هذه هي المعركة معركة إرادة معركة انتصار ومعركة إذا الله راد أخذ بالثقر لكل الدماء اللي سقطت من أول شهيد من خمسين سنة لحد آخر شهيد وعلى رأس سيد حسن نصر الله مؤخرا نعم استاذي محمد رح بلش من الميدان والحدود الجنوبية شائعات قد ما بدك عمل استخباراتي قد ما بدك حرب نفسية قد ما بدك شو الواقع الحقيقي يعني كل شوي بخبرنا أدرعي أنه تقدموا وصاروا عملوا بطولات وفاتوا على نفق وقصت هيدا النفق ياللي ما كنا نعرف وين تصوروا كيف تصوروا أيمتين متصور إلى آخر هي وصولا لليوم وجود دبابات لقلوا انتركوها بكفر كلا وهربوا خبرنا شوي عن هالصورة من بوابة فاطمة حتى الجولان نهار التنين بلش العدو الإسرائيلي يشتغل على الاشتياح البري قبل إعلان العملية رسميا بدأ بإرسال بعض المجموعات لتسللت إلى بعض المناطق بغية زرع أجهزة تنصت أو حتى وضع بعض المتفجرات وتحضير الأجواء للاشتياح النهار التلاتة تقريبا أو بين التلاتة والأربعة اللي هو مبارح أول مبارح بلش الاشتياح البري من ضمن أنا ما رح سميه اشتياح بمعنى العسكري ولكن هو بالنهاية اشتياح بري توغل خلينا نسمي الهدف اشتياح حتى نسمي العملية العسكرية اللي عم بيقوم فيها العدو الإسرائيلي تهدف إلى اشتياح أراضي الجنوب إلى عمق سبعة أو ثمانية أو عشرة كيلومترات يعني بده يسيطر على جنوب الليطاني من ضمن أهدافه المعلنة وهلأ بنحكي بعد شوية عن الأهداف غير المعلنة حاول التوغل العدو الإسرائيلي من أكثر من النقطة ما بدي قول تفاجأ بدي قول أكثر صدم بي كمين ضخم جدا بمنطقة العديسي باعترافه هو في عنده تمانية أو تسع أتلى من ضمنه لنا نقيب وفي عنده عشرات الجرحى ونحن عم نحكي بوحدة هي من أهم الوحدات في الجيش الإسرائيلي اللي هي وحدة إيغوز لم يتمكن من الدخول تراجع جرب بغير مناطق بيمرون الراس نفس الموضوع يقرب ويتراجع الآن الجيش الإسرائيلي دخل بعض العشرات الأمطار أكيد في محلات دخل عشرات الأمطار صمح له يدخل دخل حتى أنا مبالغ دخل عشرات الأمطار في محلات لم يتمكن من تقدم متر واحد وفي محلات حتى اليوم بيمرون الراس على سبيل المثال من قبل شوي تراجع الجيش مع آلياته إلى خلف الحدود لأنه لم يتمكن من تقدم هلأ بالمرحلة المقبلة إذا بتجي تحكي عن المصلحة العسكرية للمقاومة بكل تأكيد بقلك مصلحة المقاومة أن يتقدم جيش العدو إلى الأراضي اللبنانية بعمق معين لتسهيل الحركة ما تنسي اليوم هلأ المقاومة عم تقاتل على الحدود بظل وجود استطلاع جوي كامل ووجود طيران حربي كامل فإذا من مصلحة المقاومة بمرحلة مقبلة ربما تقدم العدو إلى محلات معينة ونصب الكمائن هذا الواقع بالجنوب اليوم أما الحديث اللي حكي فيها أخي أدري عن دخول واكتشاف أنفاق فأنا بقدر أكد لك أنه في أحد الصور اللي نشرها على تويتر هي تعود صحة تفضلت فهو نشر فيديو مش بس الصورة نشر فيديو بدون التغريدة نشر فيديو مع صور في أحد الصور متاخدة من العراق بالألفين واربطاعش بالحرد والداعش ومبارح في أشخاص معنيين لقوهم على الجوجل مصدقية طبعا لقناها على جوجل ونشرت على تويتر وكشفنا زي فولة الدراعي فهذه الحرب اليوم تخاط بهذه الطريقة حرب عسكرية وحرب نفسية وحرب ثقة وأيضا تتعلق بما يجري في بيروت هذه الحرب في حرب جزء من الحرب على البيئة وثقة بالبيئة طيب استاذ محمد سؤال البديهي حضرتك قلت في أهداف معلنة عند العدو وحددها هي أول شي قضاء على أمكانية حزب الله تقويد الحزب الله منطقة عازلة جنوب الليطاني يعني هؤلاء الأشياء وعودة أهم شيء عودة النزحين إلى الشمال هيدا شو هي الأهداف الغير معلنة؟ وشو حق لحد هلأ من الأهداف المعلنة؟ اليوم نتنياهو بالحرب اللي عم بيخوضها حدد هدف أساسي هو إعادة مستوطني الشمال إلى الشمال وهو بالتالي تعلم من حرب 2006 وتعلم من الحرب على غزة أنه ما يحط أهداف عالية السقف لكي يقال أنه فشل بتحقيقه يعني مثل ما قال القضاء على الحماس طبعا قضاء على حماس واسترجاع الأسراء يعني كله ما صار يعني حتى تهجير الغزة ما صار ما صار إلا التدمير والقتل بغزة بلبنان يبدو أنه تعلم الدرس فعم بيقول أنا عم قوضة عملية في لبنان بعيداً لعمل البريب لحاله هدف إعادة مستوطني الشمال إلى الشمال هذي الأهداف المعلن الأساسي الأهداف غير المعلنة إلا علاقة بالقضاء على حزب الله يعني الهدف المعلن بغزة هو القضاء على حماس ولديه هدف في لبنان القضاء على حزب الله على اعتبار أنه إذا قضينا على هول أوتين منكون نحن قطعنا نصف الأذرع الإيراني الأساسي بالمنطقة هكذا يفكر نتانياو أيضاً من ضمن الأمور اللي عم بيفكر فيها أنه هو يخلي شمال جنوب نهر الليطاني هي حدوده الشمالي بمعنى من جنوب الليطاني إلى حدود فلسطين تكون منطقة محروقة منطقة خالية من السلاح وخالية من البشر هكذا يعتبر أنه بإمكانه تحقيق الأمن والأمان لمستوطني الشمال فالأهداف كبيرة حتى أنه بيتحدث عن تغيير الشر الأوسط تغيير الشر الأوسط بالنسبة له جزء أساسي منه لبنان تغيير الموازين القوى في المنطقة من لبنان إلى سوريا إلى العراق هذه كلها أهداف يخوض بها الحرب نتانياو اليوم وبالتالي لا يصلى الأمر بات متعلقاً بإعادة السكان إلى الشمال لا الموضوع أكبر بكثير ولهذا نقول أن احتمالات الحرب الواسعة ولا نحكي فيها كمان صارت عم تتقدم أكثر طالما استمر الأمريكي بتقديم الدعم المطلق لنتانياو وبحال حصلت الانتخابات المقبلة وجاءت إدارة تستكمل نفس المسار فنحن متجهين نحو الحرب الشاملة نعم طيب فإذن الأهداف أكبر من ما نحن نتوقع طيب بس كيف عم يتعاطى العالم العربي؟ لأن بلشت أنت كلمتك يعني ما بتفهم العالم العربي كيف أنه عم يضحي بمنطقة بوجوده إسرائيل الكبرى تمر بجزء منها بمصر وتمر بجزء منها بالسعودية وبسوريا ولبنان والعراق والسعودية والأردن الأردن إنها نعم دول الطوء وأبعد مما هو من دول الطوء لذلك أنا ما بفهم كيف ممكن دول عربية تكون راضية بهذا المخطط وهي تعلم الآن بقول أنه التطبيع هو حماية يعني البعض بقول أنه تطبيع هو حماية للمصالح المشتركة في المنطقة طبعا والتطبيع هو إبعاد كأس الخسارة والتطبيع هو أمر إيجابي السلام مبطن يعني هيدا هو نحنا اليوم عم نحكي عن تجربة من 48 بلشت مع هيدا العدو والتالي أي نحنا حل فينا نحكي فيه فيه عنا تجارب بالماضي نقدر نتحدث عنها وندرسها يعني على سبيل المثال تطبيع طيب مصر طبعت شو وضع مصر اليوم وضع الاقتصاد وضع كدولة مستقلة لها قدرة على اتخاذ قرارات طيب اليوم مصر تابعة واليوم مصر عم تغرأ كل سنة أكتر بالديون للمؤسسات الدولية طيب اليوم مصر ما قادرة تحمي معبر رفح فيه اتفائية بشأن معبر فلادلفا ما قادرة تحميه ولا قادرت نفسه فيه اوقات الجيش الاسرائيلي وحصلت بيطلق النار على الجندي مصري داخل الحدود المصري وبيقتله وما حدا بيحرك فإذا هاي مصر التطبيع ناس فقيرة ناس مغلوب على أمرها ناس ممنوعة تحكي ممنوعة تعبر بهذه الحرب يعني الادارة المصرية كانت تهدد من يتحرك نصرة لغزة تهددوا بالقتل وتهددوا بالسجن هذه مصر تب ماذا عن الأردن الأردن نفس الموضوع الأردن مبارح كانت عم تتفاخر إن ساعدت إسرائيل على الحماية من الصواريخ الإيرانية بس أنا قريتها كمان على المنصات الإلترونية الأردنيين ما كانوا كتير مبسوطين استاذ محمد ما شعب بمكان ولا الدولي بمكان وكان حداً عم بيقلو بدل ما يعني للسلطة عم يحكي وعم يحكي مع الملك يعني إن إحنا معنا ملاجئ عم تسقط علينا سواليخ وراح ضحية بالأردن كمان ما هو يعني تخيل لأداء إن إحنا هايدي الأنظمة تفضل مصلحة إسرائيل على مصلحة شعوبة عشان هيك التطبيع أصلاً ما مشي عند الناس التطبيع مشي عند الحكام حتى بمصر اليوم يمكن لو المصر قادر يعبر كنا شفنا على الأقل تظاهرات بليونية على الأقل حتى ما أقول أنا مساند من نوع آخر طب اليوم هذا التطبيع أوصل لهون طب الأردن الأردن عايش بسلام ورخاء ما الأردن هو أغلب فلسطينيين حملوا جنسية الأردن اليوم يعتبر كوطن بديل للفلسطيني فما هو التطبيع شو هي الفايدة يعني اليوم إذا لبنان استسلم وطبع برأينا ونحن وحسب معرفتنا بالكيان وبقادة الكيان هل فعلاً رح يكونوا عادلين مع شعوب المنطقة أم رح يحكموها رح يحكموها حمد بقولوا شي تاني بقولوا لنا نحن نحن طبعنا مشان ما نشوف المشاهد اللي عم نشوفها اليوم بالبنان الدمار الشهداء الضحايا الجرحة المصابين الاقتصاد كيف عدم استقرار سياسي كله هيدا بلعبت أنه نحن مش مطبعين يمكن لو كنا مطبعين كنا نحن نستفيد من الغاز من النفط من الاسدهار ما علي عم بحكي خطاب خطاب من نسمع عشان هيك أنا عم إليك في عنا تجارب نحن حصلت نقدر نرجع له مصر هي أبسط أبسط مثال وموجود أمامنا اليوم مصر تعيش رخاء ورفاهية اللي نحن عم تخيلها بحال طبعنا أو بحال استسلمنا للإسرائيلي الإسرائيلي بحال نحن نحن مش مطبعين مع الإسرائيلي وأعداء مع الإسرائيلي ونمنع من استخراج الغاز ويسرق غازنا وتسرق مياهنا ويراد أن تسرق أرضنا بحال طبعنا واستسلمنا برأيك كيف ممكن يكون الصورة رح نعيش نحن ونتنياهو بسلام هذا العقل الشيطاني بنرجع بالأساس المبني على دولة إسرائيل الكبرى تب ما أنا جزء من دولة إسرائيل الكبرى الزلم عنده مشروع يعني لتخيل أنه لليوم بيقول لهم ما في دولة فلسطينية بيطلعوا أني وزراء الخارجي بيقولوله اليوم صار واجب نعمل حل الدولتان يا أخي هو ما بده دولة فلسطينية أنت كيف بدك تواجه إلي أنا باعت القضية أو بدي واجه بهذه الطريقة أما ترجع تعيد حل الدولتان يلي هو عم بيطلع على أنا يقول أنا مستحيل شو بتكون عم تقول لبنان بحال طبع مش ربس رح يعيش مزلول أنا ما رح أحكي عن الكرامات يمكن في ناس ما بتفرؤ عنده الكرامات مع أنه نحن بنعرف أنه المسيح فضل الصلب على السكوت الإمام الحسين فضل القتل على السكوت للظالم والذل هادي أساس اللي نحن قائم عليه إيماننا وعقدتنا طيب إذا أنا افترضت في ناس اليوم مش معنية بالقرامة وقبلين تعيش الزل هل برأيها هي حتعيش الزل ثرية مرتاحة مع رفاهية بتكون ما بعرف هي ما بتكون شايفة أو كيف بتكون تقرأ المنطقة أو كيف بتكون تقرأ التاريخ في خلفك الرأي أستاذ محمد أكيد في البعض مش قصة كرامة في البعض عندهم قناعات ما بعرف إذا ما بنية على حقد عن طرف لبناني بفجروا بقبولهم للأمر الواقع تجاه العدو واتجاه الغراب وفي ناس عندهم قناعات أنه الكرامة الكبرى هي أنك تعيش برفاهية طيب أنا جد عم بحكي في ناس عندها الهدف أن تعيش هل هي بفهمها يعني كيف ما كان بس تعيش برفاهية أنا بأكد لك نظرا للتجارب لما عرفتنا بهذا العدو أنه ولا يمكن يخليك تعيش برفاهية من المطلوب أنه دول الطوق اللي هي محيطة بفلسطين المحتلة بتضلى كل حياة انطبعت أو ما طبعت بتعيش اللا استقرار بتعيش الفقر بتعيش القمع وبتعيش الظل بمصر بالأردن بسوريا اللي صار من 2011 بلبنان اللي صار من أيام من 68 لليوم وبكل هاي المنطقة مش مطلوب هاي المنطقة ترتاح لأجل أن ترتاح اسرائيل اسرائيل مرتاحة هيدا الدول كلها ما بتكون مرتاحة والعكس صحيح اللي متخيل بيوم أنه هو حيعيش رفاهية ويصير ند للإسرائيلة الإسرائيل اليوم المسيحي بيبزق عليه بالأقصى والمسلم بيبزق عليه بالأقصى وعذرا على التعبير همشوفه على الكاميرات هيدا الشعب العنصر يقوم على هذه الأفكار فإذا برأينا ممكن يخلي المسيحي بلبنان عذرا على التعبير مرة تانية يعيش مرتاح واليوم المسيحي بيحس حاله مش معني بالصراع الأساسي مع اسرائيل ولا عم بشوف فيه تبدل عن جد لأنه فيه إنسانية شي للموضوع الإنساني يعني الشباب يلي كانوا محمسين وبيحكوك بخطاب مختلف عن الخطاب الوطني الأخرية اليوم فجأني أحد الشباب عم بيقلي إذا دخلت إسرائيل التوطين الفلسطيني أمر واقع والسوري في لبنان وبالتالي نحن لو وجود لقلنا هيدا من خطاب الشباب اللي كان متحمس لدخول إسرائيل اليوم يقرأ الموضوع بطريقة مختلفة شو خرقتك لهيدا؟ خرقتك أنه باثنان واثمانين كان هذا الطرف اللي عم نحكي عنه الطرف المسيحي بالتحديد كان يشكل قوة كبيرة في لبنان كان له وجود وجذور وناس وكان بعض العالم بها وجودة وكان هو المكون الأساسي إذا بنا نعتبر كواجهة لبنان بغض نظر على الأعداد فشعر بمرحلة معينة أنه دخولها الإسرائيلة ممكن يثبت له هذا الحكم والقضاء على جيوب المقاومات اللبنانية وغير اللبنانية بيومها وبيقدر يحكم هو لبنان يكون جار لإسرائيل وندقله بالتحالف اليوم هذا المكون المسيحي أصبح مكون ما بدي أقول ضعيف قليل في لبنان العالم عم تترك وتفل فهذا بات أقلية كبيرة بأي دخول إسرائيلي على لبنان وتوطين الفلسطينيين وتوطين السوريين صرنا عم نحكي عن أكثرية عظمة من الطائف السنية وأقليتين لهن الشيعة بحدود المليون وشوي وأقلية كبيرة جداً مسيحية بحدود النص مليون أو أكثر شوي من دون دخول بالأرقام أنت برأيك بهات بلد بهات التقسيم مين اللي بيكسب ومين اللي بيخسر بده يشغل راسه بس يشغل راسه بيطلع ماهو إيه إذا أنا اليوم إذا فات الإسرائيل اليوم وخلصت القضية الفلسطينية وصار فيه توطين أنا لم يعد لدي مكان في لبنان وهذا واقع والتوطين مع تهجير جديد يعني مش بتوطين بالأمر الواقع التوطين هو جعل لبنان وطن بديل وطن بديل يعني خروج أصحابه الأصليين يعني خروجنا نحن والمسيحيين ومن لا يرغب من البقاء من السنة تغيير الوضع الديمقرافي في البلد الكل اللي بيدفع تمنه مشان هيك برجع بإليك اليوم الشهداء اللي عم تسقط بجنوب عم تدافع عن كل لبنان عن شكل لبنان اللي بنعرفه اللي عم بيحاول نتنياهو يغيره بتغيير الشر الأوسط الخطاب المسيحي اللي حضرتك أحكيتو ما عليك دعونا نحكي ببساط أحمدي يعني مثل ما هو هذا الواقع نعم هذا الخطاب المسيحي كمان عنده هواجز صورة مبارحة مع حفظ الألقاب ميقاتي بره جونبلاط مع بيان مشترك كأنه الأمر لنا وإنتوا لوجود للكون وإنتوا تبعي بهذا البلد ما كان أوفر على الوحدة الوطنية أنه يكون في مشهد آخر يعني بتقولي صعب يكون في جهة رسمية مسيحية تمثل بهذه السورة بس كمان جونبلاط ما كان له صفة لرئيس حكومة ولا رئيس مجلس نيابة لكان ممثل عن طايفة كان موجود يعني ما كان تنلعب بطريقة أفضل وفيها طمأنة للطرف المسيحي بالتأكيد ما عليك أنا عم بحكي هلأ عم نحكي سياسة وهذا واقع يعني سياستنا هي مبنية هايك ما فينا نظهر من هذا الموضوع المشهد بالطبع كان ما بدي أقول الموسيقى مستفز مستفز للمسيحيين ولكن خلف الكواليس شو كان عم بيصير نحكي عن انتخاب الرئيس الرئيس ميقاتي استقبل جبران باسيل طبعا والرئيس بري بعد مقاطعة طويلة وجبران باسيل نزل عند رئيس بري كمان وأنا بأكدلك أنه في مساعي وقريبا رح نشهد ثمارة لا مثلا جمع المكونات الوطنية أنا معك بس لين ما دعي باسيل ما زال كان علاق ما زال ندعى الزعيم وليد جنبلات بما يمثل هي ما كان الحضور ديني كان الحضور سياسي يعني اليوم إذا بتلاحظي بيه بيه ملف الحرب فيه طوافق كامل بين هذا الثلاثة بلش مش من هلأ من قبل وبالتالي ما كان إنه هو ممثل دروز ومئاتي ممثل سنة عند الممثل الشيع ما كانت هيك هي مطروحة كممثلين سياسيين خرجوا به اتفاق سياسي موحد ورح يجولوا فيه على بقية الأطراف ورح يكون فيه دور كتير كبير لوليد جنبلات بهذا السياء لمحاولة برجع بإليك رح تأتي ثمارة قريبا جمع أكبر قدر ممكن من المكونات ولكن هون أنا برجع بإليك أكتر من هيك المطلوب أنه ولا طرف اليوم مسيح ينقى بنفسه عن هذه الجماعات حتى القوات اللبنانية أنا عم بقصد القوات اللبنانية اللي بده يخلي حاله برا ما فيه يجي يقول ليش عملتوا هيك أو ليش قررتوا هيك من دوم ما ترجعوا لألنا اليوم القوات صارت فيه أكثر من مرة تقدم باتجاهها لأجل جمع بهذا السياق الوطني والإطار الوطني اللي عم نحاول ننجقه هي عم ترفض بينما الطيار ولا مرة رفض لا بالدعوات للحوار لرئاسة الجمهورية ولا اليوم عم يرفض ولا بكرة رح يرفض المكون اللي بيختار البقاء برا هو بده يتحمل هذه المسئولية هذا هو الأساس نعم إنما هل فيه اتفاق أنه هذا السلاسي يقود المرحلة المقبلة بالتأكيد لا فتنا على الصورة السياسية خليني نفوت إلى المضمون السياسي بالبيان المشترك كان فيه كلام واضح نحن نقبل بالـ 17-01 البعض قال أنه قبل ما كنا نقبل بالـ 17-01 وربطنا أي وقف إطلاق نار على الجبهة اللبنانية بوقف إطلاق النار في غزة هذا بالكليل شو تغير هلا؟ والشغل الثاني المباشرة رح أسأله بعد هيدا بموضوع انتخاب الرئيس أول شي كان فيه يا سلامان فرنجي يا لا انتخابات رئاسية اليوم نقبل حتى بدون تشاور وبدون حوار عقد جلسات متتالية على شرط 86 نائب يأمنوا النصاب هيدا اللعبة السياسية رح أترك لألك تشرح لنا بالبداية لما كان ما تقوم به المقاومة في لبنان عبارة عن جبهة إسناد وكان فيه إصرار بشكل دائم وكامل من الحزب على الاستمرار بهذا التعريف لما يقوم به في الجنوب كان فيه ربط متكامل بين الجبهة اللبنانية والجبهة في غزة ما تبدل اليوم هو أنه نحن بحرب على لبنان اليوم الموضوع الإسرائيلي اللي عم بيصير بلبنان ما لا يتعلق بغزة فيه بادة على لبنان نحن بحرب على لبنان وعدوان جديد على لبنان وبالتالي التفاوض حول هذا العدوان لا يكون مرتبط بأي ملف آخر نحن بحرب على لبنان نحن مش برد إسرائيلي على إسنادنا لغزة هذا الأمر الوحيد اللي اختلف اختلف كله نحن اليوم بدنا نفاوض من منطلق أن المعركة أصبحت بعنوانا الرئيسي الحرب بين الدولة الإسرائيلية الكيان المحتل والدولة اللبنانية بعيدا عن غزة الأمر الآخر 1701 نحن ولا بيوم كنا ضده ولا بيوم بهذه الحرب كلها كان لا الحزب ولا حتى الدولة اللبنانية تقول أنها ترفض 1701 إنما دائما كان ولا يزال أساس تطبيق 1701 أن يكون متبادلة من الطرفين يعني أي قرار دولي اليوم بدنا نجي نطبقه وبده يكون متبادل تطبيق هذا هو الموقف اللبناني لا يزال متمسك بال 1701 ولا يزال متمسك بتعزيز انتشار الجيش كونه منتشر أصلاً وموجود على الحدود يعني هو منه شي جديد الفارق اليوم أنه إسرائيل هل تريد تطبيق 1701 أم لا هي اللي عم تخرق هي اللي محتلة وهي اللي عم تعتدي على السيارة بشكل يومي هل هي مستعدة تطبيق هل السبعتاش سفر واحد ياسري فقط على لبنان بيقولوا أنه السلاح ما ظهر من المنطق اللي لازم يظهر منها طب هل كان فيه سلاح ظاهر من أهل ظهر ولا ما ظهر يمكن ما يكون ظهر يمكن يكون ظهر أنا ما بعرف داش خلينا نسأل السؤال الثاني هل وقفت طلعاتها الجوية ما هيدا اللي بد إلي كي هل أنا كلبناني معنى بإلزام لبنان بتطبيقه وإسرائيل لا يعني هل بيقدر اتبنى أنا نظرية دكتور جعجع اللي قال أنا بطبق من عندي وبحشرها بالمحافل الدولية أنه أنت معم الطبق هادي النظرية اللي بد إسميها البسيطة حتى ما أقول أكتر من هاك يعني اليوم إسرائيل معنية أصلا بموقف دولي ولا هي بترد على جهة دولية أو على محكمة أو على أي هيئة أو منظمة هل تعترف بأي قرار دولي؟ طيب كيف بيحمي لبنان؟ شو الضمانة؟ أنا هدا السؤال الأساسي اللي مفروض نسأله لحالنا نحن بحال لم يكن هذا السلاح موجودا ما هي الضمانة؟ لحظة مازال نحن لا نسق بالعدو وما عنا الضمانات دولية لأنه وقت أنا عمل السبطاء السفر واحد كان مفروض يتطبق ما تطبق لا بضمانة دولية ولا بغير ضمانة دولية ليش ما منكرر زيت التجربة يعني أنه نحن اليوم نقبل بالسبطاء السفر واحد بضمانة من؟ ما هو هدا اللي عم بيصير اليوم؟ نحن رح نقبل بالسبطاء السفر واحد؟ بضمانة من؟ بس مين بيضمن تطبيقه؟ نعم بيرأيه لا أحد لا أحد حتى لو كان البعض بلبنان بيعول على الدور الأمريكي بس بهدي المعركة أثبت الدور الأمريكي أنه ولا يمكن يكون وسيط عادل ولا يمكن يكون حكم عادل هو منحاز ومش بس منحاز هو أب المشروع الإسرائيلي في المنطقة هو الأساس والإسرائيلي هو الأصل والإسرائيلي هو الفرع هيت ما ننطلق اليوم ما فيه بديك التطبيق السبطاء السفر واحد بيكون من الطرفين ولبنان ملتز مجاهز والحزب قال أنا باللحظة اللي بيتاخد فيه القرار جاهز مثل ما كان جاهز قبل بس نحن الودنانية هني اللي صاروا يزايدوا على المقاومة أنه أنت ما طبقت السبطاء السفر واحد وهني ما شايفين بعيونهم بس هني بيسمعوا الإسرائيلي شو عم بيقول نعم طيب أما بالنسبة للرئاسة إذا بدك نحكي بالرئاسة طبعا أستاذ محمد عالوز فضل أنا كنت مدي التابع سياق السوق بالنسبة للرئاسة الرئيس بلري كان دائما من الدعاة للحوار لأجل استحقاق الرئاسة كانت لا الظروف الداخلية حتى ما ندحق أبعد لا الظروف الداخلية مؤاتية ما حدا قابل يقعد بحدا والكل كان معول على المرحلة اللي جاية والكل كان يراهن عليها المرحلة اللي جاية يعني إن كان هذا الطرف ولا هذا الطرف ولا كان بالخارج حتى في استعداد للعودة إلى لبنان بكوة قبل معالجة بعض الملفات الأخرى اللي إلا علاقة بسوريا والمنطقة وإيران وغيرها حتى الجانب السعودي اللي كان أخذ قرار بالخروج من لبنان بشكل كامل ما كان بعد ما اتخذ قرار العودة على لبنان بانتظار هذه الملفات من اليمن إلى لبنان اليوم شو اللي تغير؟ اليوم نحن بحرب هذه الحرب تفرض تدبير جديد من التدبير الجديد اللي بادر فيها الرئيس بره وقال الحوار ما عاد شرط بدكن رئاسة نحن حاضرين ونحن مش رابطين الرئاسة بحرب غزة ولا رابطين بالحرب على لبنان بدكن لأنت تأدمي للمجتمع الدولي صورة على الدولة اللبنانية الراغبة بإنهاء الحرب والراغبة بالالتزام بالقرار الدولي بدك تأدمي لصورة دولة مكتملة الأركان فاقترح الرئيس بره أنه نحن فور وقف إطلاق النار بنعمل انتخابات رئاسة جمهورية من دون حوار بشرط ال86 اعتبر أنه وجود ال86 داخل القاعة هو نوع من التوافق اللبناني وبيأدي لوصول مرشح ليش بعد وقف الحرب؟ لأن الرئيس بره لمس مع بداية الحرب وخصوصا بعد اغتيال السيد حسن نصر الله لمس بعض العروض الدولية اللي قتت على لبنان عروض بمثابة استسلام للبنان منها الورقة الفرسية منها كل الأوراق الفرنسية والأمريكية وحتى بعض الدول العربية فاتحت الرئيس بره بالملف الرئاسي وقالت له يمكن اليوم ورقة سلاحين فرنجين انتهت مش يمكن قالت له ورقة سلاحين فرنجين انتهت أصلا الرئيس بره عم يحكي عن رئيس توافقي لا مشكلة بطل يحكي عن مرشح واحد يمكن يفوت على الجلسة بمرشحه ويشوف النتيجة كيف تروح ويرجعوا يتوفقوا على مرشح آخر الأكترية ممكن تلتف حوله ما في مشكلة بهذا الموضوع أصلا ولا يوم كانوا متمسكين بهذا أو لا أحد كان عنده المرشح وكانوا عم بيقولوا للآخر انت مين عندك مرشح لا نقعد ننتخب ما اتفقنا منحكي اليوم هذه الظروف تحكم هذا التصرف اليوم الطابب الملعب المقابل بس قبل بدنا نعمل وقف للحرب كرمال ما يكون فيه استغلال لما يجري في الجنوب بملفات لبنان الداخلية وعلى رأس رئاسة الجمهورية لأنه اليوم فيه مكون أساسي بالبلد بلش يشعر أنه المكون الشيعي هزم خسر وبالتالي نحن قادرين اليوم ناخد منه كل شي من ضمنه رئاسة الجمهورية كان من هيك من ثلاثة ييم كان فيه تصريح للرئاس بري أنه ملف الرئاسي مفصول تماما وما حدا يجرب يعني يستثمر هذا الملف بهذا الملف لا المقاوم الشيعي ما هزم وإذا المقاومة هزمت لبنان كل هزم ما حدا يراهن غير هيك حتى لو البعض رابطين مشاريعهم روبطوا مرة بالإخوان ومرة بغير الإخوان نعم طيب السيد محمد علوش بما تقدمت يعني كمان بالسياسة بدي أسأل أسئلة هيك واضحة حضرتك قلت جانا عدة عروض بلحظة اغتيال الشهيد الأمين العام لحزب الله سمح السيد حسن من نصر الله بلحظة اغتياله البعض اعتبر أنه هي نشوة النصر بشكل أو بأخر من نتانياهو حتى أمريكا وصولا للتفاف العالم كله قلت جانا عروض فينا نعرف شو الكواليس هذه العروض يعني نعرف تقريبا شو عبي تحضر للبنان يعني البعض قال أنه الورقة الفرنسية منها أنه ترتيب الجنوب الليطاني على إياس إسرائيل لكن بإرادة وهو موافقة لبنانية يعني خليني بس أعرض شو اللي صار يعني الطروحات بلشت من حد أدنى رح قلك علي لحد أقصر حد الأدنى كان وأنه جنوب الليطاني ككل مش خمسة كيلو وستة كيلو جنوب الليطاني يعتبر منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل والمقاتلين يتم ضخ مزيد من الجنود من الجيش اللبناني إلى تلك المنطقة يعملون بالتعاون مع قوات اليونفل اللي بدون يتم تعزيزها بالعديد وبالسلطة على جعل هذه المنطقة مستقرة أمنيا ما فيها سلاح تضمن لمستوطين الشمال بالعودة والأطمئنان هذا كحد أدنى من العروض بالطبع كان فيه شيء جوانب العلاقة بالسياسي والتسوية الرئاسية وانتخاب الرئيس لحد الأقصى في ناس راحت أبعد في ناس راحت إلى حد أنه حان الوقت لتسليم سلاح المقاومة اسمعناها الأمريكاني كان بدو يها أنه خلص نحن بنطبق الـ 1559 يعني نتنياهو قال له أنا ما عاش الـ 1701 ما عاش بدو يها أنا قتلت سيد حسن وأنا عامل هذا الإنجاز العظيم والانتصار أنا الـ 1701 ما بيعني له أنا بدي الـ 1559 وش حكي حتى إلغاء الاكتفاقية الغاز مع لبنانية ما هذا من ضمنه هلأ هلأ هدي بأكد لك وين قوة لبنان وهل فعلا لبنان باع حقوق البحرية أم حصل أم حصل من إسرائيل ما نحكي فيها كمان فكان لحد الأقصى أنه الـ 1559 وتسليم سلاح المقاومة للدولة اللبنانية وإنهاء وجود حزب الله كحزب مسلح والاكتفاق فيه كحزب سياسي يعني قال بنسمح للضال حزب سياسي هذا لحد الأقصى بالنسبة للـ حتى إيه؟ يعني من ضمن الأشياء اللي حكيت بوقتها أنه وزير الطاق الإسرائيلي قال نحنا عملنا غلط بـ عملنا خطأ بترسيم الحدود البحرية ولازم نخرج من هذا الاتفاق عم نفتش على الثغرة هذا دليل شو؟ هذا دليل واضح أنه لبنان حصل حقوق من هذا الاتفاق وألزم إسرائيل بهذا الاتفاق وقوة المقاومة بالتوافق والمرافقة مع قوة الدولة بالتفاوض حصلت وقتها ترسيم الحدود البحرية لليوم إسرائيل لو نحنا مهزومين أو لو نحنا بنستسلم ما بتعترف لنا بحدود أصلا وهذا دليل على اللي كنا عم نقوله بالتطبيع إذا طبعنا رح تخلينا إسرائيل نطلع غاز أم هي حتطلع لنا غازنا يمكن تطلع لنا غازنا وتعطينا مثلا 10% أو 5% منه هاك بتتعامل إسرائيل هاك عم تتعامل مع الغاز ببحر غزة اللي بعده لليوم من سنوات تم تلزيمه ووقف فهذا الاستسلام هذا التطبيع هو استسلام هيدا المشهد اللبناني ما فينا نفصله عن شو بسير بالمنطقة الرد الإيراني كان قبل بلايلتين البعض بقول رد مزلزل البعض بقول رد مسرحية لأم اتنين البعض بقول بالتوافق أمريكي إسرائيلي شو المعطيات الموجودة بهذا الرد وخاصة البعض بقول لو كان عنده القدرة نتنياهو على المواجهة وجر البلد إلى حرب واسعة مثل ما حدرتك قلت قبل شوي إنه منجر نحكي عنه هيدا كان رد بذات الليلي ممر 24 ساعة على الرد بالطبع شو المعطيات الموجودة عنه قرأ الإسرائيل برغبة المحور ككل بعدم رغبته بالحرب قرأ فيه إشارات ضعف كبيرة وهيدا خطأ استراتيجي عكل حال المنحور أنا ما بسميه خطأ استراتيجي رح سميه أنا خطأ تكديك لأنه الهدف الاستراتيجي طبعه لا يزال متحقق حتى اليوم لهو منع الحرب الكبرى لتكون أمريكا طرفية مش إسرائيل بس إذا أنا عطيت العدو فرص بإنه اخسر قوة الردع اللي موجودة عندي أول مرة بإغتيال هنية وتاني مرة بالبيجرات وثالث مرة بإغتيال قادة الردوان كل المساء أوكي وصولا لإغتيال سيد نصر الله ما كنا حمينا سيد نصر الله لو ردينا مقابل شو مقابل إنه نردع مقابل الحرب الشاملة التصور الإيراني للحرب الشاملة التصور الحزب بلبنان للحرب الشاملة هي حرب تدميرية طويلة لأشهر وسنوات قبل الحديث عن ناتجتها بيعتبر هذا الفريق إنه هذه الحرب رح تتحول إلى حرب عالمية على أرضنا في الشرق الأوسط رح ندفع نحنا كشعوب منطقة أصحاب هذه الأرض ما عم ندفع بالتقسيد التمن الأكبر عم ندفع بالتقسيد لا نحنا عم نحكي اليوم بأربعين ألف شهيد بغزة أو بألفين شهيد في لبنان نحنا عم نحكي عن ملايين من الشهداء في المنطقة وهذا مش أنا مش عم بالغ ولا عم بر للإيراني وأنا شخصيا عندي كتير عطب على السياسة الإيرانية إذا بدي أجي أنا شخصيا أعطي رأي بس أنا عم بنقلك كراءة هذا الفريق للحرب الشاملة اللي حتصير حرب عالمية حتشارك فيها روسيا طريقة غير مباشرة حتشارك فيها الصين طريقة غير مباشرة لأنه ما بينسبهم أمريكا تربح هذه الحرب وتحط إيدها على كامل الشرق الأوسط فلكل هذه التناقضات في العالم والحروب الحامية في أوروبا والبيردي مع الصين رح تنفجر عنا بالمنطقة رح ندفع نحنا تمانا كشعوب هل هذا المطلوب كان؟ لا كان المحور عارف أنه هو لا يرغب بهذه الحرب إلا إذا وصل لقناعة إنه حتصير هو لم يصل إلى هذه القناعة بعد بسبب الرغبة الأمريكية بعدم الدخول بحرب الشاملة بالمنطقة عبر هالإدارة بسبب الانتخابات الرئاسية هالإدارة؟ لا هذه الإدارة لا ترغب بالحرب الشاملة أن تكون في الشرق الأوسط ربما الإدارة المقبلة قد ترغب بذلك مشان هيك نحنا منحكي عن مرحلة مفصلية بالانتخابات لتحديد وجهة الإدارة المقبلة ومعرفة ما صار الأمور في المنطقة ردت إيران بالعودة للرد الإيراني اللي صار أنه كل هذه المرحلة إيران ما ردت وبعد هنية اتفقت مع الأمريكي إنها ما ترد بغية عدم إشعال المنطقة ولكن بمقابل لخديعة مش خديعة بمقابل محاولات اليوم الأمريكان غير قادرين إدارة الأمريكا إدارة بايدن غير قادرة على لجم نتنياهو غير قادرة أو لا ترغب غير قادرة لا ترغب لأن فيه انتخابات وبالتالي لا ترغب يعني هي السندوق يعني ما لح تكون الصلاحة عند الديمقراطيين وبالتالي أنا بقصد غير قادرة أن حتى لو بايدن كشخص أراد التأثير على نتنياهو اللعبة اللي بتحكم أمريكا اليوم بالجو والانتخابة بين الديمقراطيين والجمهوريين واللوب الصهيونة بتأكد عدم قدرته على ذلك غير قصة لا ترغب وبالتالي نحن اليوم الإيراني وصل لمرحلة اغتاله سيد حسن وتم تسويق بروباقندا إعلامية عالمية أنه إيران باعت حزب الله وحماس والقرار بصحق الحزب تتخذ خلص أنه هيدا الرأس نحب أن ننشيله وجدت حالة لأ هي صارت بمرحلة كتير صعبة وهي وجدت حالة بالداخل الإيراني عم تتعرض لضغوطات من قبل المحافظين لهن كتير متشددين وكتير كانوا مع الرد الإيراني بشكل مباشر مما اضطر إيران إلى الرد بشكل أوسع نطاق بكتير من المرة الماضية هلأ كيف بنشوف الرد الإيراني أنا برأيي اللي بحب إيران عم بشوفه شي واللي ما بحب إيران عم بشوفه شي تاني ويبخص منه أنا شخصياً كمحلل سياسي أنا بروح بقرة إسرائيل بقرة شو عم ينقل بإسرائيل الإعلام الإسرائيلي شو عم يحكي وكيف عم تتكشف يوم بعد يوم شو عم يقول الإعلام الإسرائيلي يوم السين أن عم تحكي عن قاعدة نيفاتيم تعرضت لأضرار كبيرة جداً عطى صور أقمر صناعية أنا بحكي أنا بقرة هيد الصحافة مش نحنا هون المحلل هل صحيح أنه لأنه تعرضت عدة مطارات جوية عسكرية إسرائيلية لأضرار فمبرحة قصفت الضاحية إسرائيل من البوارج أو تكتيك جديد إسرائيلي أنا ما بتبنى هيداً مظرية يعني اتعرضت المطارات لمشاكل ولكن مش لدرجة أنه إحنا شلاينا قدرة سلاح الجو الإسرائيلي لا أنا ما بتبنى هيداً مظرية ولا بحب فاخر بانتصارات وهمية نحنا الحمد لله عندنا ما يكفي من الانتصارات الحقيقية والواقعية اللي بنقدر نتغنى فيها أخبار الواتساب أمنيات البعض تمنيات أنا بعيد عنها شوي إنما الرد الإيراني اليوم ينطلق من هذا المكان من إثبات أن الحرب لا تزال غير مرغوبة ولكن الاستفراد بحزب الله غير مقبول أولاً التمادي من كبل نتنياهو لعلمه أن إيران خرجت من اللعبة أيضاً جاء الرد الإيراني اللي يؤكد له عكس ذلك ثلاثة والأهم إيران صعدت بشكل كبير بالرد وهي عارفة أن هذا الرد قد يستدعي رد عليها والرد عليها قد يستدعي رد إضافي والدخول في دوامة ردود كبيرة وبالتالي ما كان رد شكله كان رد مع استعداد وجهوزية على الدخول في تصعيد حربي ما يعني أن المنطقة كانت متتوجه إلى ما يريده نتنياهو بالتحديد فتدخلت إيران مجدداً لإعادة قواعد اللعبة محاولة إعادة قواعد اللعبة بالأسابيع الأخيرة التي تصبق الانتخابات لأنه برجع بإيجاب إيران مقتنع بحال إجت إدارة أمريكية جديدة أعطت المزيد من الوقت لنتنياهو ورغبت بأن تكون المنطقة صاحة حرب لن تتأخر الحرب الشاملة على الاندلاع حرب الشاملة يلي حطيت توصيف لأ إستاذ محمد حرب مرعبة نعم يعني بعد ما شفنا شيء يعني مقدمات لا 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 ما شفنا مثلة ما شفنا مثلة ولا عشنا مثلة ولا هلأ شفنا مثلة الحرب الشاملة عم تحكي أنت بدول عم تحارب دول بعالم عم بيحارب على أرضك نحن كلوبنان رح ندفع تمن كتير كبير وكل دول منطقة نعم طيب أستاذ محمد هلأ إذا الرد الإسرائيلي ما إجا بحجم التوقعات عند بعض اللي مناشرين الأخبار يعني إذا ما تم قصف منشآت إيران النووية نووية صح في حدا عم بحذرك أعلاميا صار لهم ثلاث أربعة تشهر يقولوا باعت إيران حزب الله في اليوم عم بقولوا إذا إيران إسرائيل ما أصفت هالمنشآت بيكون فيه توافق إسرائيلي إيراني نعم كيف هنا نقنع أنه لا وكيف رح يكون الحجم الرد الإسرائيلي يعني بقولوا يعني التصعيد الكلامي منعرفوا عند العدو أحاضرين هني بالتصعيد الكلامي بس كيف رح يكون هذا الرن هل هو عشية رأس السنة اليهودية بعد الرأس السنة اليهودية هل رح يكون داخل العمق الإيراني عبر صواريخ زيتا كيف رح يكون شكله يعني هلأ الأمريكي عم بيقول أنه هو يؤكد حق إسرائيل بالرد هذا كبداية وبيقول أنه هلأ نحن عم نتشاور مع الإسرائيلي لتحديد الهدف بحيث أنه يؤدي لنتيجة ولكن ما يوصل لحرب شاملة وبيفضل الأمريكي للهدف يكون هدف عسكري قاعدة عسكرية أو مشابه أو بونا تحتية تتعلق بالنفط أو بالكهرباء أنا اللي بدي أقوله اليوم هذه الاتهامات عن علاقة إيران بإسرائيل والتوافق قد ما إيجي أنا حاول إشرحه إنها اللي مئتنع فيها مئتنع بس أنا بدي أذكره بشغلي أنه اللي بيقول هذا الكلام كان يقول من سنة ومن سنتان وثلاثة أنه إيران أنه إسرائيل وحزب الله أيضا على التوافق وأن حسن نصر الله يعمل مع إسرائيل لخدمة إسرائيل لخدمة المشروع الإيراني وضد المشروع العربي بالعالم وحرس حدود لإسرائيل النتيجة كانت سيد حسن تم اغتياله على يد إسرائيل فإذا الإنسان قدم دمه وروحه في سبيل قضيته وإنت ما صدقته أنا بدي أجي أشرح لك كيف العداء مبني بين إسرائيل وإيران العقول المتحجرة ما ممكن نقنعه أما من يخاطب العقل فأنا بقول له شوف بعينك اللي صار بين السيد حسن وإسرائيل قدم كل شيء قدم روحه حياته بسبيل هذا العداء بعد إلك عين أنت تجي تقول لي أنه سيد حسن وإسرائيل متفقين وبكرة حيجي يوم يبطل إلك العين يقول لي أنه إيران وإسرائيل متفقين في إلك فاية يا إستاذ محمد القصة ما خلصتهم لأن في هناك خبرية اليوم بتقول السيد لم يستشهت ممكن 80% من الشيعة مقتنعين إنه ما مات و80% من العالم كله مقتنع هيدا الشيء مش بس الشيعة العقل 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 يقول السيد استشهت تم اغتياله والإعلان عنه وتم دفنه اليوم مش اليوم بس تم دفنه ريثما يتم تحضير تشيعة معهي بعض الحرب لهذا الرجل القلب يقول أنه لم يمت لأن العين لم ترى والقلب لا يريد أن يصدق نحن بالمجتمع الشيعة سيتحسن عنده مكانة وهالة كبيرة جدا إذا أنت ما شفت الميت أمامك ما رح تتقبله إنه مات الجسمان طبعا إذا ما شفت التشييع ما رح تتقبله وشاءت الصدف أن تلتقي كل هذه الظروف عدم التشييع بسبب الظروف الحالية عدم قدرتنا على رؤية الجسمان قدرت تلتقي مع مشاعر عند الناس ما بده تصدق أنه السيد مات العقل بيقول استشهد والقلب يقول لا القلب بيقوله للعقل أنا بدي أدلة تفرجيني أنه السيد استشهد هذه الأدلة غير متوفرة بل على العكس في أسئلة وتساؤلات كتيرة بتأكد أنه السيد لم يستشهد إذا بدنا نجي نحكي منها منها مثلا كيف تم انتشال الجسمان من عمق 40 و50 متر تحت الأرض بهذه السرعة القياسية هيدا السؤال انطرح واحد اثنين ألم يكن يعلم السيد أنه مستهدف ومن أيام قليلة كان فيه عمليات اغتيال كبيرة جدا بالضاحية وراح بيجراء على المقر السري اللي هو بيعرف أنه ربما إسرائيل تعرف فيه ثلاثة ليش إيران ببداية الحدث قالت سيرت بخير وعلاقات الحياة ثم غيرت ثاني يوم في كتير أسئلة هؤلاء اللي هلأ ممكن بيطلعوا هيك قدامي بسرعة في كتير تساؤلات أمنية وغير أمنية بتقول أنه في شي غلط أنا عقلي يقول تم اغتياله وإلا ما كان تم الإعلان عن هذا الموضوع بهذه الطريقة وليه بعد ما تم انتخاب كمان كفة ليه بعد ما تم انتخاب أمين عام لحزب الله جديد الانتخاب إلو آلية معينة كمان حدي مربوطة ممكن يسير وما نعرف وممكن يسير ونعرف بوقت يعني ممكن يتم انتخاب أمين عام داخل الحزب من دون الإعلان رسميا عنه للعلن ويبقى الشيخ نعيم بالواجهة حاليا إذا فيه خطاب ممكن لا بس هذا الموضوع ما إلو علاقة بأنه بعده سيد عايش أو لا الموضوع أعمق من هاك إلو علاقة بمشاعر هون الناس اللي ما رافضين يصدقوا بعدنا لليوم أنا بشوف ستوريات أنه نحن بانتظار خطاب النصر مع السيد حسر بعدنا بشوف أنه نحن نطرينا روحية السيد حسر هذا اللي قدر يتركه بقلوب الناس أما عايش أم لا أنا ما بيقدر حدد أعتقد نعم وأتمنى لا أعتقد؟ أعتقد تم الإغتيال وأتمنى أن لا يكون الإغتيال قد حصل طيب إذا ما تم الإغتيال وإذا ما تم رفع جسمان السيد وإذا كل المعطيات اللي قدمتها بهدف شو هذه المناورة؟ هذا من ضمن الأسئلة الأساسية هذه المناورة شو بتهدف؟ يعني اليوم الإعلان عن إغتيال السيد دمر قلوب أمي كاملة كسر القلوب كلها هل إلو هدف أمنة؟ صارت العالم تقول ما السيد قالنا الخبر في ما ترون ولا في ما تسمعون هموا ربطوا بين أنه نحن سمعنا أنه تم إغتياله وما شفنا عشان هيك بيرجع بقليك صارت الناس تستحضر كل شي بوجدانة وبقلبة بس لا تأكد لحالة أنه لا في شي غلط وأكيد فيه 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 أمور مبهمة بس هل كان سيد بيعني أنه أنا رح يصير فيه هاك وما تصدقه لتسمع لتشوفه؟ لا ما تم تصوير رسمان السيد مع أنه يقال حسب رويترز وحسب عدة وسائل الألام لم تتشوه ملامح السيد إذا تم إغتياله تم إغتياله بوهج الانفجار مش بالضمار يعني الصواريخ ما قدرت توصل للمكان اللي هو موجود فيه إنما ضغط المتولد عن الانفجارات يعني تقريباً 80 طن من المتفجرات هو اللي أدى لي استشهاد السيد وفي رواية بتقول أنه حرموا من الهواء بالمنطقة اللي موجودين فيها واستوشدوا اختناقهم وهلأ في رواية جديدة كانت عم تحكي عن شاب الهيئة الصحية كيف أصر ينزل رغم أنه أصدقاؤه ما قدروا أصر ينزل حط ماسك الأكسجين ونزل ووصل لتحت ولما نزلوا بعدين هن لقوا ممدد إلى جانب جسمان السيد حسن ومستشهد وقتا هن تحللوا أنه هو شيء للأكسجين عنه وحطوا على وجه السيد حسن ليحاول يعمل له إنعاش وضل الأكسجين على وجه السيد حسن وهو استشهد معاش عنده أكسجين هادي رواية مظبوطة هادي رواية منتشرة اليوم في حدا عم يحكيها من الهيئة الصحية وعم يحكيها بشكل جدي مع اسم الشهيد وصورته فهدي يعني تختلط الأمور مشان هيك بقلك أنا العقل يقول نعم والقلب يقول لا عقلي يقول تم الإغتيال وأتمنى أن يكون لا نعم كلنا منتمنى لا طبعا مش حضرتك طيب ماذا بعد اليوم السؤال عم نحكي عن حرف شاملة خوفتنا منها كتير لأنه راح تكون الحرب المدمرة طبعا حرب عالمية كبرى راح ترسم خارطة العالم كله مع أنه الشرق الأوسط الجديد يعني قال عم يرسم من جديد نتنياهو ماذا ينتظر العالم اليوم في صراع اقتصادي كبير جدا بالعالم وفي صراع على النفوذ وجزء أساسي من معركتنا بهالمنطقة اللي عم تخوضها أمريكا هي على خطوط الاقتصادي بين حربها مع الصين ودعمها لإسرائيل هذه حرب الخطوط مثل ما عشنا قبل حرب الغاز هي حروب اقتصادية حتبقى مستمرة ورح تشتد لأنه الأزمة الاقتصادية عم تكبر اليوم اللي بتابع اقتصاد بأمريكا وأنا مني خبير بس من بعض الكراءات بقدر استشف أنه بأمريكا مقبلين على أزمة اقتصادية بالسنوات المقبلة على أقل تقدير أو على أبعد تقدير فيه أزمة اقتصادية حتير هذا العالم عم يوصل لمكان لم يعد يتحمل وضعه الحالي فيه حرب بدأتوقع ونحن شفناها ما عشنا بنحكي عن حروب لم تقع حرب بأوروبا قامت وما حدا بيعرف كيف رح تخلص يمكن تتحول بين حرب بين روسيا والناتو ككل يمكن تنتقل من دولة لأخرى وفيه الحرب الأساسية اللي عم بتخshoضها أمريكا اليوم اللي هي مع الصين نعم اليوم الحرب الأساسية لأمريكا مع الصين على هذا النفوذ وهذه الطرق الاقتصادية وهذا الاقتصاد العالمي وشنهاك أنا بخشى أنه نحن كمنطقة نتحمل هذه الحرب تبلش من عندنا لأنه الطرف اللي بتبلش من عنده هو أكبر الخسيرين فيها هذا اللي أنا عم حاول shedewing بس كمان نحن جاهزين يعني كنا نقول أنه نحن جاهزين نحن جاهزين جاهزين لماذا سيد حسن بأحد الخطابات قال زوال إسرائيل ليس مطروحاً في هذه الحرب كهدف لأنها ظروف غير متوافرة؟ ما يعني الظروف غير متوافرة؟ يعني بعده ميزان القوى في العالم مش بالمنطقة يميل لمصلحة أمريكا هذا الواقع سيتغير هناك دول تعمل لأجل أن يتغير ما بدنا نحن نكون الضحايا الأول لمواجهة أمريكا محاولة هذه التغيير هذه ببساطة اللي عم نحاول نحن ننجي المنطقة منه المنطقة هون ما عاش محصورة حربة بين إسرائيل ككيان والدول المحيطة أو المحتلة لا صار أكبر بكتير لو اليوم إسرائيل لحالة ما كان في داعي أساساً لإيران وغيرها كانت أزيلة إسرائيل من الوجود ببساطة بهذه المقاومات لأنه المعركة اختلفت وعنوينها اختلفت صارت الرغبة بعدم إشعال المنطقة بشكل كامل وعم نتحمل كل هيدا الأذى بهذا السبيل نعم بعتذر أنا أوقات بشوف التليفون تشوف إذا في أخبار عاجلة أكيد ولو ولا همك بعتذر أوقات يعني بصير في انتقادات من المتابعين شغلتنا أخبار شغلتنا بس بدي أقول له أنه وزير الصحة في رأس الأبيض أعلى قبل شوية أنه 1974 شهيدا بينهم 127 طفل و261 إمرأة إضافة إلى 9384 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان يعني أرقام يعني فينا نقول إبادة وضمين لمرتاح هذه إسرائيل وقصة الأطفال ما ما كنت تفهم قصة الأطفال يعني تدمير الضاحية غزة جديدة الضاحية عندهم بعائدتهم بحاولوا يلاقوا الآيات المناسبة للحديث عن قتل الأطفال هديك اليوم حضرت هيك تقرير صغير بيحكي عن هذا الموضوع أنه هن بيعتبروا قتل الطفل واجب ولازم بالحقيدة إيه لأنه هيدا الطفل رح يكبروا يحمل سلاح فهن بيعتبروه واجب ولازم ونحن خاصة خصوصا نحن اليوم عم نحارب هيدا اليمين المتطرب بإسرائيل هيدا الفكر اللي ما كان موجود طيلة الأعوام الماضية بإسرائيل نحن عم نواجهه اليوم اللي بيطلع بيقول بيدو شعب غزة بالغاز اللي بيطلع يقول جوع شعب غزة ليموت هيدا الفكر اللي عم نواجهه هيدا الفكر اللي بيفكر البعض أنه ممكن يلاقي سلامه كمان بتعرف العدو بيسوق الأخبار وبعد ما يسوق بيرجع يعمل القصف أو العدوان بشكل ممنهج وهيدا اللي عمله بالضاحية بالأبنية بكل شيء بس تقول أنه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بصرح لقناة الميادين لا الصحة لمزاعم الاحتلال بشأن استخدام المعابر لإدخال السلاح وهو يتزرع بذلك من أجل قصف المدنيين وهيدا اللي صار وقتا أوحى أنه الحدود بين لبنان وسوريا بالمصنع أنه رح يكون هي عم تنقل الأسلحة ومشان هيكي كأنه عم بحضر عمل عدواني نعم أنا بتشوف كمان أنه موضوع المعابر بالتحديد رح يصير في تطورات مهمة بالأيام المقبلة شو يعني؟ يعني رح يصير في استهدفات أكتر للمعابر الله يسطلنا طيب البعد بقول أنه كل القدرات اللي حضرتها المقاومة سؤالي الأخير أخرك بعرف أنك عندك ارتباط سؤالي الأخير بقول أنه كل التحضيرات اللي عملتها المقاومة لحد هلأ ما شفنا شغلتين هو إسقاط طائرات يعني صواريخ أرض جو يلي نحكى أنه موجودة وما قدرت تعمل فعالية والجزء الثاني هو كمان البوارج يلي عم تشتغل وما قدرنا نوجهها شو تعليقك على هذا الموضوع؟ أنا بس بدي أقول بخلاصة كل هذه الحلقة اللي حاولت وصله اليوم هو أهمية تجنب الحرب الشاملة لأجل كل هذه المنطقة هذه الأسلحة ستستخدم في الوقت المناسب بحال اقتنعنا واقتنعت إيران والمحور أن لا مجال سوى للحرب الشاملة عندها ستكون الأسلحة جاهزة وتستعمل لأننا سنخود عندها حرب وجود في هذه المنطقة كل أمل أن الله نصل إلى تلك المرحلة أسابيع مفصلية شهر أو اثنان أو ثلاثة حيكون واضح المسار إن شاء الله يا رب ما يصير حرب لأنه المتضرر ما حيكون فئة من اللبنانيين متى ما هي اليوم ولا طايفة من اللبنانيين كل لبنان وكل المنطقة نعم الله يحمي الجميع الله يحمي لبنان والمنطقة وإن شاء الله صاحب الحق يرجع له حقه صاحب الأرض بالأرض صاحب الأرض صاحب الأرض بالوجود وبكل شيء صاحب الأرض مستحيل يخسر نعم شكرا حتى لو مات بيكون عم يروح شكرا لك الكاتب السياسي لأستاذ محمد علوش شكرا للزملاء كيفورك وهجوب وشكرا للمتابعين وإلى اللقاء عبر صدفان شكرا للمتابعين